إذن ضمت حكومة رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد دبيبة 35 وزيرا موزعين على 27 حقيبة حكومة دبيبة وهي حكومة الوحدة الوطنية المرجو منها السير بالبلاد إلى طريق وحدة المؤسسات وصولا إلى الانتخابات المنتظرة نهاية العام الحالي ينتظرها أيضا محطات عدة أهمها نيل ثقة النواب في جلسة يتوقع أن تعقد غدا بمدينة سيرت متابعون للشان الليبي أشاروا إلى أن الجلسة هذه المرة وعلى خلاف ما سبق ستنعقد بنصاب قانوني وببند وحيد هو التصويت على الثقة بالحكومة ما يجنب دبيبة المضي بتشكيلته لأخذ الثقة من الملتقى السياسي في حال عدم إجماع النواب على عقد جلسة للثقة سلطان القيسي يستعرض لنا أبرز ملامح تشكيلة الدبيبة ومعايير اختيار وزرائها إذن سلطان يعني الآن هناك تخوف من قبل البعض لعدم يعني انعقاد جلسة الغد في سيرت التصويت على الحكومة يوم غد لكن بالرغم من ذلك يعني الكل ينتظر التصويت يوم غد تحديدا في سيرت لعله يعني يفضي إلى مرحلة انتقالية متوازنة نعم حسين اليوم الليبيون أمام استحقاقين مهمين الأول أن تنعقد جلسة البرلمان غدا في سيرت والثاني أن تنال حكومة عبد الحميد دبيبة ثقة البرلمان بما يفضي إلى مرحلة انتقالية كما ذكرت متوازنة تمكن الليبيين من الذهاب في نهاية المطاف إلى انتخابات ليحظوا بوضع مستقر سياسيا حكومة دبيبة التي اقترحها تشكلت أو تكونت من 27 وزيرا قد أرسلت وسلمت فعلا إلى الهيئة العليا في البرلمان الليبي وسوف نستعرض أبرز ملامح هذه التشكيل معها اللحظة الفارقة في ليبيا تقترب شيئا فشيئا فبتسليم رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة تشكيلته الوزارية المقترحة لمجلس النواب ينفتح فصل جديد في الأزمة الليبية أملا بأن يحمل عنوان الرخاء تشكيلة دبيبة راعت حسب مكتبه عدة معايير بهدف الانتقال السلسي من مرحلة النزاع إلى مرحلة انتقالية تضمن الوصول إلى الانتخابات بهدوء بحسب بيان مكتب رئيس الحكومة المكلف فإن التشكيلة راعت التنوع والكفاءة حيث اعتمدت إلى جانب الخبرات على التوزيع الجغرافي وفقا لدوائر ليبيا الانتخابية الثلاثة عشر في محاولة للوصول إلى اللامركزية وبحسب البيان أيضا فقد راعت التشكيلة مشاركة المرأة ومشاركة الشباب فوفقا لتسريبات قد تشغل منصب ووزارة الخارجية الدبلوماسية لم يا أبو سدرة وانطلاقا من أقاليم ليبيا الثلاثة فقد انتبهت التشكيلة إلى العدالة في إدارة الثروة خلال توزيع الحقائب الوزارية البيان قسم تشكيلته إلى مثلثات أهمها المثلث الأمني وقد اجتمل على المناصب أو على منصب القائد الأعلى للجيش وسوف يكون من حصة المنطقة الشرقية وعلى منصب رئيس أركان الجيش وقد اخترت لتشغاله شخصية من المنطقة الغربية أما منصب وزير الداخلية فقد ذهب إلى أقليم الجنوب وهو الإقليم الأكثر هدوءا منذ بداية النزاع الليبي حتى أن هناك من قال إن ولائه لم يعرف بعد إن كان للشرق أو للغرب فيما يتعلق بالمثلث الاقتصادي والمالي فقد حصلت المنطقة الشرقية بحسب البيان على وزارة التخطيط والمؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي أيضا فتكون بذلك نالت حصة من إدارة الثروة وأخرى من إدارة المال في المقابل فقد حصلت المنطقة الغربية على وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة النفط والغاز وتكون نالت نصيبا من إدارة المال عبر التجارة وأخرى من الثروة عبر النفط أما المنطقة الجنوبية فوقعت في سلتها وزارة المالية الرئاسة قسمت الوزارات أيضا على مستوى آخر وهو المثلث السيادي حيث حظيت المنطقة الشرقية بكل من وزارة الخارجية ووزارة التخطيط أما المنطقة الغربية فاعتبرت حصتها مكافئة للشرقية بحصولها على وزارتين الاقتصاد والعدل فيما اجتملت حصة المنطقة الجنوبية من السيادة على ثلاث وزارات هي وزارة الدفاع ووزارة المالية ووزارة الداخلية غير أن تسريبات قالت إن أدبيب احتفظ بوزارة الدفاع لنفسه بما يعيدها إلى الإقليم الغربي مصادر مقربة من أدبيب أكدت أنه من بين جمهور الراغبين في أن تكون مدينة سيرت مكانا لانعقاد جلسة نيل الثقة من أعضاء مجلس النواب وذلك لتوفر ظروف العمل فيها دون أي ضغط من أي طرف سياسي في البلاد لكنها أشارت إلى وجود عراقيلة تتعلق بعدم إعلان عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في طبرق عن موقفه الصريح من اعتماد السيرت مقرا للجلسة بعد أنها توقعت موافقته في النهاية لأنه هو من اقترح السيرت أصلا وربطت تأخر رده بمحاولات بعض النواب من خصومه اعتماد بند آخر في الجلسة يتعلق بالنظر في منصب رئاسة المجلس لتأول إلى إقليم الجنوب الذي لم ينل واحدة من الرئاسات الثلاث وهو ما يضع فتيلا جديدا في الطريق إن لم يفلح الليبيون في تجاهله قد يعيد اشتعال النار في الأجواء والأرجاء إذن حسين كما ذكرنا في البداية تم تريهان أيضا على انعقاد الجلسة غدا إن كانت سوف تعقد أم لا وإن كان يعني انعقادها سيؤدي إلى التصويت على هذه الحكومة ونيلها للثقة أم سنذهب إلى معركة نيابية جديدة متعلقة بالبند الذي قد يطرحه نواب يدفعون باتجاه تعيين رئيس جديد للبرلمان يكون من المنطقة الجنوبية فيكون الرئيس من المنطقة الشرقية ورئيس الحكومة من المنطقة الغربية ورئيس مجلس النواب من المنطقة الجنوبية كما يرون إذن سلطان ننتظر يعني نقاد الجلسة يوم غد بنصاب مكتمن إن شاء الله إذن سلطان قيسي شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات والإضافات مشاهدينا قبل أن نبدأ النقاش ورحب ضيفي معنا من طرابلس الكاتب والباحث السياسي السيد محمود إسماعيل ومعنا أيضا من لندن رئيس حزب التغيير في ليبيا الدكتور جمعة الإجماطي أهلا بكم أبدأ مع ضيفي من طرابلس السيد محمود سيد محمود يعني ما فرص انعقاد جلسة النواب غدا بعد تأجيلات عدة في تقديري أن مع أن مجلس النواب حقيقة شبه ميت سريريا إلا أنه يمكن القول بأن الجلسة ستكون هناك جلسة لكن هل ستكون النتائج حسب المطلوب أم لا أعتقد بأن الجسم يمر بإشكاليات كبرى متمثلة في تشطي قديم وحديد واستقبال ومستقبل إنبقى ولكن هناك تجربة خطيرة متمثلة بأن مجلس النواب عود النبيين على عدم القدرة على الوفاء باستحفاظاته وفشله في الأولى وعدم نجاحهم الثانية هناك 42 ربما قد وصلوا نعم أستاذ محمود أنا أعتذر نعم أستاذ محمود أنا لا أسمعك جيدا يبدو أن صوت التلفاز عندك مرتبط نعم إذا تفضلت يعني قل صوت التلفاز نعم 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 هل أفضل حاليا نعم هل الصوت أفضل حاليا تفضل أكمل نعم في تقديري أن هناك إشكال متمثل بأن جسم البرلماني يفترض أن يقوم بواجباته بإتجاه الاستخداء والمتمثل في اجتماعه لكن لا أعتقد بأن العدد سيقوم موجودا الواقع أقل 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 نعم أستاذ محمود يعني أنتقل إلى ضيفي الدكتور جمعة الإجماطي إلى حين تصويب الخلل مع السيد محمود يعني دكتور جمعة دكتور جمعة كيف تقرأ تشكيلة الحكومة يعني المعلن عنها من قبل الدبيبة في الحقيقة أستاذ حسين أولا تحية لك أهلا بك ولكل المشاهدي المملكة الكرام في الحقيقة أننا لم نسمع رسميا بالتشكيلة الرئيسية أو التشكيلة الرسمية إلى الآن ما شاهدناه هو تسريبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لقائمة تتغير من يوم إلى آخر على مدى الأيام الماضية وبالتالي من الصعب الإقرار بأن هذه هي التشكيلة الحكومية الحقيقية قد يفاجئنا السيد إدبيبة غدا في حالة تم انعقاد جلسة لمجلس النواب وفي حالة طلب منه أن يعرض حكومته عليهم لغرض مناقشتها ومنحها الثقة قد يفاجئنا بأسماء أخرى مختلفة جزئيا أو على الأقل يعني إن لم يكن كليا فجزئيا فمن الصعب الإقرار بين هذه القائمة نهية وإن صحت أن هذه القائمة التي تسربت وتتناولها أطراف عدة ووسائل تواصل الاجتماعي المختلفة إن صحت هذه القائمة فهناك تحفظات كبيرة عليها هناك من عبر عن استياءهم بمستوى الكفاءة لدى هؤلاء الأشخاص هؤلاء الأسماء الكفاءة متدنية جدا القدرة أيضا بعض الأسماء ظهر أنه لديها ملفات صعبة ربما ملفات فساد وغيرها وبالتالي أنا أتوقع أن بعض هذه الأسماء ستتعرض إلى نقد شديد جدا وربما يحتج كثير من أعضاء مجلس النواب على وجودها في الحكومة ولكن هذا كله سابق لآوانه هناك إشكاليات أخرى موجودة قبل أن نصل إلى عملية منح التقى للحكومة من عدمها هل ستنعقد جلسة لمجلس النواب غدا في سر دكتور جمعي هذا السؤال المحوري الآن برأيك أنت دكتور هل سيكون هناك انعقاد لجلسة يوم غد نظرا لتأجيل الجلسة لأكثر من مرة وأيضا كان هناك خلاف على مكان انعقاد هذه الجلسة نعم ما زالت هناك شكوك يعني هناك عدة جلسات تشاورية تمت في طرابلس في مدينة صبراتة في غرب ليبيا بالقرب من حدود تونسية كانت قبل ذلك مشاورات في المغرب كان الغالبية العظمى يرون أنه لابد من عقد جلسة بعيدا عن مدينة طبرق حيث يتواجد عقيلة صالح وحتى مدينة سيرت هناك أصوات كثيرة عبرت عن رفضها للاجتماع في مدينة سيرت على اعتبار أنها محتلة من قبل مرتزقة أجانبه بالدرجة الأولى مرتزقة الفاغنر الروس ومرتزقة الجنجويد من السودان الذين يقاتلون مع حفتر في السنوات الماضية وبالتالي اعتبر بعض النواب وأنا تحدثت معهم بشكل شخصي اعتبروا أن الاجتماع في مدينة وهي مسيطرة عليها من قوات أجنبية يمس السيادة الليبية على اعتبار أن هذا مجلس النواب هو سلطة سيادية سلطة تشريعية منتخبة من الشعب وبالتالي حتى تجاوزنا كل ذلك والتقى النواب غدا في سيرت هل سيكون كل النواب حاضرين هل سيكون هناك النصاب المتوفر هناك حوالي 180 عضو من البرلمان وتلتيهم هو حوالي 120 عضو هل سيكون هناك أكثر من 120 عضو برئاسة الرئيس أو نائبي إذا ما تواجد عقيلة صالح ونائبي هو تواجد أكثر من 120 عضو أي التلتين يمكن عقد جلسة رسمية وسيطرح فيها بند جدول الأعمال منح التقل للحكومة ليست هي البند الوحيد هناك بنود أخرى مهمة كذلك قضية تغيير دكتور جمع السناتي إلى هذه المواضيع يبدو أن الأستاذ محمود تم إصلاح الخلل معه أستاذ محمود يعني أعود إليك أستاذ هل نتوقع غدا يعني تصويت على حكومة الدبيبة نتوقع أن يكون هناك جلسة لكن ما أمد أمكانية يكون هناك بداية تمرير لتعديل الإعلان الدستوري الذي يحتاج إلى أغلبية موصوفة أي 120 عضوا ولا أعتقد أن العدد سيكفي ومع هذا وذاك هناك استحقاقات على هذا البرلمان الذي يعتبر حقيقة في أدهان كثير من الباحثين الليبيين أنه شبه فاشل أو ميت سريريا فالواقع أيضا أنه هناك إشكالية بالمكان نعم وهناك إشكالية فيما يتعلق بإمكانية أن تكون هذه الأجسام مستعدة لتنازلات هناك أيضا تشبت بالسلطة من قبل السراج ومن قبل عبدالله التني حكومتين فاشلتين استمرت أكثر من العنصر الزمني فالأولى استمرت حكومة التني سبع سنوات وحكومة السراج خمس سنوات في حين أن السراج تم اختياره لمدة سنة وأيضا حكومة التني كانت لستة أشهر وبقيت سبع سنوات ومن الزاوية الثانية أيضا حكومة السراج نالت الثقة من ما يتعلق بقرار من مجلس الأمن في حين أنها لم تنال الثقة فيما يتعلق بمجلس النواب والآن ربما تنال حكومة الدبيبة ثقة من مجلس الأمن ولا تنال أيضا من ما يتعلق من مجلس النواب. ولكن هناك قرصة متمثلة. أستاذ محمود. هناك سؤال يشغل الكثيرين. إلى أي مدى سينعكس تقرير خبراء الأمم المتحدة حول الرشا على ما تبقى من السيناريو الليبي؟ بمنح الحكومة الثقة يوم غد. وأيضا هذا التقرير تحديدا ألا يؤثر على شرعية الحكومة الجديدة أيضا؟ في تقديري يجب أن يكون هناك خضوع الجميع لما يتعلق بالقواعد القانونية والية التحقيقة. أن النائب العام والقضاء الليبي عليه أن يطلب نصا للتقرير وأن يخضع الجميع إذا قاموا بأعمال تمثلوا أيضا انتهاكا لما يتعلق بالقواعد القانونية سواء ارتكب الجرائم في داخل ليبيا أو جزء منها في ليبيا أو جزء من مكوناتها في ليبيا. إذن هذا أمور خاصة بما يتعلق بالشق القضائي أو ما يتعلق بالنيابة وهو سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية وهو أمر عقلاني لا غبار عليه. لكن من الزاوية الثانية علينا المضي أيضا من العملية السياسية من أجل الولوج إلى ما يتعلق بتحديد الإجراءات نحن نتكلم على حكومتين عدد وزاراتهما يزيد على خمسين. أي عندما يتم تنقيسهما يهما الاثنين إلى سبعة وعجرين. أعتقد أنه جزء من العملية الجراحية الصعبة والصعبة جدا. هناك تلكط في إمكانية أن تكون هذه الحكومات قادرة على التنازل على السلطة وتمسك من شخصها بإمكانية الاستمرار. وعدم الولاد حل أيضا. هؤلاء المستمرون لا يريدون حل لليبيا يريدون حل لأنفسهم وعلى مقاساتهم. وأيضا تشبت بهذه المناصب بمحاولة الإدعاء بأنهم الوحيدون القادرون على قيادة ليبيا. في حين أنهم جزء من الوهم. فالسراج جزء من الوهم. وعق عبدالله التني أكثر منه وهما. وهناك حروب شنة وإشكاليات. هناك عصابات الفاغنر يجب أن يتم العمل على تحرير هذه الأرض. لأن الواقع العاملي يجب العلاج هذا الإشكال. ولكن أيضا الإشكال الأكبر الذي يؤرق الليبيين هو وجود انتخابات حرة في الرابع والعشرين من ديسمبر. والذي يجب أن يكون البرنامج الوحيد للحكومة. وهو البرنامج الأهم في أن يكون هناك وجوه جديدة وأعمال جديدة ونتائج جديدة. يجب أن تليق بتضحيات الليبيين. أعود إلى الدكتور جمعة. دكتور جمعة لازمنا نتحدث عن جلسة يوم غد. لكن هل من مخاوف أمنية في طريق عقد جلسة الثقة يوم غد؟ إذا ما تحدثنا أن أمنيا. يعني هناك حديث عن أن الطرق إلى سر تم إغلاقها. نعم هناك مخاوف أمنية حقيقية. كان يفترض أن يتم فتح الطريق الساحلي. الطريق الرئيسي الذي يربط شرق ليبيا بغربها. ولكن لم يتم ذلك وتعتر الاتفاق. لأن الأطراف لم تفي بوعودها للقوات العسكرية المتواجدة. والتي ترى أن لها استحقاقات معينة. ولها شروط معينة. تريد ضمانات أنه لن ترجع الأمور إلى الحرب مرة أخرى. لن يقوم حفتر والمرتزق الذين معه بالهجوم مرة أخرى على مناطق في غرب سرط. مثل مصراتة. مثل طرابل صغيرية. ولم تعتى هذه الضمانات من المجتمع الدولي أو من الأم المتحدة. أو من الأطراف المعنية نفسها. مثل حفتر وغيري. هناك وقف لإطلاق النار. ولكن وقف هش لإطلاق النار. صحيح لم يتم تجاوزه في الأسبوع الماضي. إذن الوضع الأمني غير مطمئن. غير متالي على الإطلاق. الطريق الساحلي غير مفتوح. مطار سرط لا نعرف في أي حالة هو حتى يستقبل أعداد كبيرة من النواب ومن الشخصيات. وأكبر مشكلة هي وجود قوات أجنبية داخل مدينة سرط. لكن دكتور جمعة. يعني لجنة العسكرية 5 زائد 5. ألم تتعهد بالتأمين؟ نعم تعهدت بالتأمين ربما لما كان الاجتماع. ولكن على بعد ربما مئات الأمتار أو بضع كيلومترات. هناك قوات أجنبية تتواجد. في داخل المدينة هناك عشرات من النواب لديهم هاجز كبير حول ذلك الأمر. الأمر سيادي بامتياز. نحن في بلدنا على أرضنا. في مدينة من المدن الليبية. وهذا مجلس النواب سلطة تشريعية سيادية منتقبة من الشعب الليبي. كيف يمكن أن تجتمع تحت أسلحة أجنبية وقوات أجنبية على بعد مئات الأمتار أو بضع كيلومترات. هذا أمر حساس ومهم جدا. قد يربك المشهد قد يمنع الاجتماع غدا أو قد يفسد الاجتماع غدا. لذلك كان مطروح أن يكون الاجتماع في مدينة غدامس بالقرب من الحدود الجزائرية. أو في مدينة أخرى بعيدة عن تواجد القوات الأجنبية. ولكن غير الهاجز الأمني هناك إشكاليات أخرى سياسية كذلك. اجتماع مجلس النواب غدا. إذا ملتأم بنصاب كامل التلوتين. أكثر من 120 عضو بجلسة صحيحة يترأسها الرئيس أو نائبي. هناك أيضا استحقاقات أخرى. لابد من الموافق عليها. اتفاق جينيف نفسه. لابد أن يتم الموافق عليه من مجلس النواب حتى يصبح الأمر دستوري. وإلا منح اتقل الحكومة وحدها دون الموافق على الاتفاق السياسي الذي جلب هذه الحكومة قد يتير إشكاليات قضائية وقانونية. وصلت الفكرة دكتور جمعة. نعم. نعم. أنا أعتذر دكتور. لكن لم يبقى لي الكثير من الوقت. أسأل بسؤال وباختصار إلى أستاذ محمود. أستاذ محمود. لازمنا نتحدث عن الهواجس الأمنية. أنت استمعت إلى الدكتور جمعة. هل هناك تخوف بالفعل من جلسة يوم غد أن يكون هناك لربما هجوم. لا سامح الله. ربما. ولكن الأمر حقيقة لا بد من الإضاح. لا شك أن لجنة خمسة زياد خمسة لا تملك قدرات أمنية. وليست لديها أسكريون تابعون لها. ومجرد وعود بإمكانية أن تكون مؤمنة. ومع هذا وذاك. كان من المفترض أن يحتارى مجلس النواب مدينة أخرى. ولكن تشبتهم. وتضحية النبيين. يجب أن يكون هناك وضوح بأن هناك إشكاليات لشكل أمنية. لكن هذا لا يمنع في أن يكون هناك الاستحقاق يجب أن ينفل. في سيرة أو في غير سيرة. لكن الواقع أن المشكلة ليست في المكان. المشكلة في الأبراد والأشخاص والمنتمينة للبرلمان. وصوت الفكرة أستاذ محمود. نعم. أنا أعتذر. لكن الوقت المخصص لهذا الملف قد انتهى. إذن ضيفي من طرابلوس الكاتب والباحث السياسي الأستاذ محمود إسماعيل. شكرا جزيلا لك. والشكر موصولي ضيفي أيضا من لندن. رئيس حزب التغيير في ليبيا. الدكتور جمعة لقماطي. شكرا جزيلا لكم.